في سؤال جالنا بيقول أنا صايم لكن واقع في خطية وحاسس أن الخطية دي فصلاني عن ربنا بعداني عنه فبكده أنا حاسس أن أنا مسحقش الصوم لا طبعا إحنا في خطيانة اللي بنقع فيها مش مفروض أن إحنا نفقد رجاءنا دايما يبقى عندنا رجاء فالله أنه هو يخلصنا ويحررنا من قيود الخطية والإنسان الصيام بالنسبة له أحد الأسلحة اللي بتساعده على أنه يتوب ويترك الخطية تقوي الإرادة الصيام يقوي الإرادة يعني الواحد لما يكون نفسه في أكلها معينة وقدامه ورحتها بتزغل العينية ومع ذلك يضبط إرادته وما يكلش دي بتخلي الإرادة قوي تخلينا كمان بقية الخطايا نقدر ننتصر عليها بنعمة ربنا فالإنسان يترك الخطيئة مش يترك الصيام ولازم يكون في أبع اعتراف بيساعدني في إني إزاي أتدرب على إني أترك الخطيئة المسيطرة علي لإني غريزة الأكل دي غريزة قوية جدا أقوى الغرائز وهو الغرائز فكوني أن أنا أقدر أطبط نفسي فيها فدي ممتازة لي يكون باقي الغرائز أسهل كثيرا تخليم